السلام عليكم ازايكم يا سنة تانية يا رب تكونوا بخير معكم زميلتكم من رهام وصفة فرقة ربعة النهاردة ان شاء الله هشرح معاكم محاضرة بارة هم عبارة عن ثلاثة برازاية بس مش كبار او يعني حلوين ان شاء الله هو قسمين بتحسوهم رخمة بس الجدح سهلين يعني ونحاول نبسطها لقدم ونقدر ونقرر ما بينهم واصلا اخر واحدة دي تعتبر زي التانية بالزبط باختلاف كم نقطة كده وخلاص ايه هما بقى الثلاثة برازاية الضي بلد يمكانينيوم والاكينو كوكس جرانيولوزيس والاكينو كوكس مالتي لوكولار عايزين ندعى في الاول كده لاخوتنا اللي ربنا توفيهم الرحمة والمغفرة وندعى الفلسطين ربنا يقويهم ويثبتهم من رب وينصرهم وندعى بقى على ايه على ما يسموش دوله هنبدأ الاول بس نرى هنبدأ على المذاكرة كده اللهم اني اسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين ان تجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي بخشتك وهدني بطاعاتك فانت حزبي ونعم الوكيل بسم الله بقى نبدأ مع بعض هنتكلم في اول حاجة عن اول برازاية معانا هو ايه؟ الضي بلديم كانينيوم زي كل برازاية مناختواني نتكلم في عن ايه؟ هنتكلم عن الديزيز والتوزيع الجرافي بتاعه والمورفولوجي الأشكال اللي بيوجد فيها والكلينيكالبيكتشر والباسولوجي وهي عالجه ازاي وازاي يمنع اصلا المرض انه هو ايه؟ ينتشر وكده فالديزيز اللي بتعمله بتبقى اسمه ايه؟ دايبلديازيز دايبلديازيز من اسمها وطبعا احنا متعودين ان انا ننكز الاول في الديزيز عشان ممكن في الامسي كيو يجي يسألني عن الديزيز اللي برازاية بيعمله وما يجبش اسمها خالص فالديزيز اللي بتعمله دايبلديازيز او الدكتابي وورم انفكشن والجيغرافيكال ديستريبيوشن بتبقى كوزومبوليتان موجودة ايه؟ عالميا تمام هنتكلم بقى عن المورفولوجي بتاع البرازاية الدوان بتبقى موجودة في كم صورة في ثلاثة صور الادلت والإيج والسيست يبقى هنتكلم اول حاجة عن الادلت الادلت ده بيبقى موجود في صورة ايه؟ من الادلت الشريطية بتبقى في صورة شرائط عبارة عن سيجمنت مع بعض من الزقف بعض كده طويلة بقى ديدان شريطية بقى هو قالك عبارة عن ايه؟ طولها من 20 ل 60 سنتيمتر ايه؟ من 60 ل 175 بروكليتد يعني ايه بروكليتد؟ السيجمنت ديين اسمها بروكليتد يبقى هو من 60 ل 175 بروكليتد وبتبقى شكلها في شكل بزرة الخيارة بروكليتد دي شكلها عامل ازاي؟ شكل ايه؟ كمبرسيد بتبقى جواها النوعين النوعين التستيس والأوفري بتبقى الجينيتاليا جوا السيجمنت ديين النوعين التستيس والأوفري ماشي وقالك الجرافيت سيجمنت تبقى انتو ايه باكتس والجرافيت ديين انضغ ما هي السيجمنت تبقى عندنا في ايه؟ ماتيور وفي ماتيور وفي جرافيت دي انضغهم قالك ان الجرافيت دي تبقى جواها ايه؟ جواها اليوترس واليوترس جواه الباكتس اللي هي عبراني عن الاج كابسول يبقى جواه اليوترس واليوترس بيبقى ايه؟ تمام وحجمها ايه؟ 40 مايكرون في الصيز ماشي كونتين متيور انكوسفير يبقى البيضة الصغيرة ديين جواه ايه؟ الماتيور انكوسفير الماتيور انكوسفير اللي هي تقاصر تماموا بعدين قالك ايه؟ السيست السيست ديين بتبقى ايه؟ بتقالك بيبقى شكلها ايه؟ بتبقى بلادر لايك استراكتشار استنى كده اهي قالك تبقى بلادر لايك استراكتشار عاملة شبه ايه؟ البلادر ماشي وقالك ان الهيد بتاعتها بتبقى وزدروون ابرائد بوزيشن يعني ايه؟ بص الهيد في الصورة اينا بتبقى طلعة كده هو دخلة من جوا يعني مش عاملة كده هو مش هيد اللي هي مش طلعة برزة مرة واحدة لا قد ده هي فيها تعويجة كده من جوا يبقى الهيد بتاعتها بتبقى ايه؟ وزدروون ابرائد بوزيشن عندي بتبقى يعني ايه؟ بتبقى الراس طلعة برزة لبرا كده هو يعني الراس فيه تجويف اللي هو طلع فيه برا مش دخلة لجوا مش عاملة كده هو يبقى بتاعتها مش جوا كده لا هي طلعة من برا يبقى نان انفجينيتد مش دخلة مش مدفوسة جواها ده معنا نان انفجينيتد ونوتيل ما عندهاش تيل يبقى كده ايه؟ يبقى كده ايه؟ يبقى نتكلم عن هم المورفولوجي قلنا نتكلم عن برا زيت ايه؟ الضيب بليديا كاكانيا في منه المورفولوجي بالتلاثة فورم الادلت والإيج والسيست الادلت بيبقى شكله ايه؟ قالك بيبقى عبارة عن ماتيور سيجمينت ميفطلها من عشرين لستين الادلت ذات نفسه بيبقى عبارة عن من ستين لمية خمسة وسبعين بروكليتد وبتبقى شكلها ايه كاكمبر في ستيد شبه ايه؟ شبه بزرة الخيارة وقالك بيبقى فيه 2 جنتال أرجن والجرافت سيجمينت بيبقى اليوترس بيبقى الباكتس اللي هي الايكابسول الايكابسول اللي احنا نتكلم عنها الايكابسول اللي احنا نتكلم عنها لأيكابسول اللي ايه؟ بيضة شكل ايه؟ حجمها اربعين مايكرو كونتين ايه؟ متيور انكوسفير وبعدين السست سيركويد السيستة أو السيستي سوركودي يعني بتبقى شكلها ايه قلنا شبه البلادر شبه البلادر وراسها بتبقى عاملة ازاي بتبقى راسها وزدراون فيها زي محفورة لجوه كده يعني ماشي بتبقى نان انفاجينيتة مش مش مدفوسة بقى جوه جسمها لا دي برزة هي برزة برزة البرة بتبقى نان انفاجينيتة وما عندهاش تيل تمام تمام كده يبقى احنا اتكلامنا عن امورفولوجي بعد كده علينا يبقى احنا الكلام دلوقتي عن اللايف سايكل في الاول هنشرح الصورة وبعدين نرى كلامي المكتوب نطلع منه كل الحاجات اللي احنا عايزين يبقى احنا عندنا دلوقتي كلب او قطة او اي كائن اكل اللحوم دلوقتي مصاب بالبرزة اللي معانا ده اللي هو الضيبليديوم كانينيوم الكلب المصاب دول لما يجي يعمل سطول هنلاقي البيضة او الماتيور جرافت دي نازلة معها يبقى انا عندي دلوقتي الماتيور جرافت دي اللي هي عبر عن ايه عن الايج كابسول الايج كابسول اللي جواه الايج اللي جواها ايه اللي جواها الماتيور انكوسفير لسه قلنا في المورفولوجي ماشي فانا عندي دلوقتي هلاقي فيه بقى اللارفة اللارفة بتاعت الفلي يمنع عندي الفلي دي اللي هي البرغوتة البرغوتة اللي بتبقى موجودة على الحيوانات دي المهم فيه صورة قبل ما تكبر وتبقى قضلت فلي بتبقى فيه صورة اللارفة اللارفة دي دلوقتي اللي هتاخدها الايج يمنع عندي الايج دي هتنتقل للارفة فري هتتحول جوا اللارفة بتاعتها دي هتتحول من صورة الاونكوسفير اللي هتتحول لصورة ايه سيستي سير كوين يبني دلوقتي معي ايه؟ مع عندي كلب مصاب بالبرزيت الكلب عمل سطول ونزل فيه سواء اللي هي الهاتف دي او الاج كابسول اللي هو جوا ايه؟ جوا البودات الكتير اللي كان اسمها ايه؟ الانكوسفير اللي هتخدها مين دلوقتي؟ هتخدها اللارفا بتاعت الايه؟ الفيلي اللي هي بتاعت البرغوتا هتتحول جواها بقى اول لما ياخد الاج بقى الاج هتتحول جواها من صورة الانكوسفير هتتحول للسيستي سيركويد واللارفا دي بقى هتكبر وهتبقى أدل تفلي يبنا دلوقتي معي برغوتة نطجة جواها ايه؟ نور هان جواها السيستي سيركويد السيستي سيركويد بقى دي ممكن جواه دلوقتي ايه؟ جواه الفيلي فالكلب او الايه كان دلوقتي ديبقى ليه براغي الكتير فهي ممكن يبلحها تاني او يقولها تاني او مش عارف هو بيقولها اصلا لا المهم ان هي هتدخل جواه الكلب تاني وكده هتستمر السيكل ممكن بقى الانسان يبنا بقى دلوقتي الانسان هيتعيد ازاي؟ الانسان بيبقى مخلط للكلاب ممكن ان الاطفال اللي بتلعب مع الكلاب وبيبقى عليها بقى براغيت والكلاب مش نضيفة وكده فعن طريق الخطأ ان الانسان اكل ايه؟ اكل اسمه هيدي يا ربي الفيلي اكل الفيلي اللي جواها ايه؟ جواها ايه نور هان قلنا الفيلي جواها ايه؟ استيستي سيركويد يبقى كده الانسان اكل الفيلي اللي جواها استيستي سيركويد يبقى استيستي سيركويد دخلك جوا ايه؟ دخلك جوا الانسان دلوقتي هتوصل لفين؟ اكلها عن طريق اكلها يبقى توصل لفين؟ للسمول انتستن اول لما توصل للسمول انتستن هتتحوض للصورة الاكبر بقى اللي هي الادلت ورمو عالي البرازات دلوقتي في سورة الادلت وينزل لك الاعراض والالتهابات اللي يعملها في الانستين وينزل مع الستول السمول وتنزل الانسان دوع ايه والطراحة يا بنا دلوقتي قلمنا عن ال Anschласти نحن استيсти الوقت نيض رمك كلام اللي مكتوب عليها استني نحن ايه و we are the definitive host حيث هذا الذي تكون موجودة اسمه دائما موجودة في الكلاب وموجودة في القطط وأي سيكون لحوم وممكن الانسان الانسان يتحولك داخل الانتستين و بعد الانسان يبقى كده موجوده داخل الانسان يبقى لك موجوده داخل الانسان و احيانا الانسان الانترميدياتوس هذا مثل الكائن او العويل البرازيت تكمل نموه فيه احنا دلوقتي قلناك تملت نموه فيه في اللارفة بلغة الفليه اكملت نطجه داخل نطجه تحولت من امكسفير الانسان هيتعدي الطفل اللي كان بالعب مع الكلاب بلغة الفليه بلغة الفليه الانسان الانسان الهابيتات. هذا المكان الذي تبقى موجوده في الادلت. قلنا الادلت بتاعتها بتبقى موجوده في الهيومن. يبقى الهيومن بتاع الايه? الهيومن بتاع الايه? الهيومن. تمام كده خلصنا اللايف ساكن. نرى بقى ايه ايه ثاني موجودة عليها? المود اوف انفكشن. الانسان هيتعيدي ازاي? قلنا الطفل كان بيلعم مع كلبه صغير وايه? وبلع الفلي. يبقى انجشن اوف سيستي سيركويد انفكشن ايه? فلي. يبقى الفلي البرغوطة العيانة اللي جواها السيستي سيركويد. تمام. اه في سطر كده بيقولك ايه? بيقولك ان الجرافيد بروغليتد سيبريتد فروم استروبيلا بتبقى سينجل او تشين ايه زي ايزار شريب اوت اوف زا اينس او باس انزافيس. يعني ايه الكلام الملغبط ده? بيقولك ان الجرافيد مش احنا قلنا ان الادلت فروم بتبقى عبارة عن ايه بتبقى بروغليتد او سيجمند كده. الجسم علىWait الد 嬉 نحنا قلنا بتبقى متيرو متيرو جرافيد. يبقى ان ضد تنفصل عن الجسم ثانيةability او في صورة تشين. يعني ممكن تخرج مع واحدة Century او ممكن يخرجوا كذا بعض كذا ينفسوا مع بعض في صورة التشين تمام وينزلوا عن طريق الانس وينزلوا في الفيسس ماشوا ايه ثاني وقال لك ان الادل تورم ديفولو بانزا سمول انتستن امان في خلال ثلاثة واربية مش احنا من ثلاثة الاربع اسابية مش احنا قولنا ان الانسان اكل السيست سيركويد وبعدين تحولك جوه اليومن جوه اليومن بتاع السمول انتستن هتتحول لصورة الادل قسمت بالانس هو ان الادل تقونه في الظل انتستن من ثلاثة لاربع اسابية ذاي بتاع السيست سيركويد لاثلات 3 الاربع اسابية قليل يتكلم الamazولوجين المرض اللي هتواصل احنا دخلنا داخلس لازors سوف تفتح لك انفلامت بخلاياه ونصبح تقوم بحث مباشرة وانكتبين سوف تفتح لك انفلامت الحياة وانكتبين خلاياه مناعية وهذه بحثنها فتتقوم بخلاياه وانكتبين فبنائي أعراض التي تظهر عليها على حسب العدد منها على حسب العدد منها على حسب الكمية على حسب العدد منها على حسب كترها ستصبح أكثر هذا هو العندد من شكل الأدل تصبح أكثر من مريض يشخصه كالك الأعراض تظهر على الإنسان تصبح أكثر أعراض هي أشتكلة من أبدومنا البين ويكون لديه دائرة ويكون لديه عرش ويكون لديه حكة في مطقة الآنا يبقى ايه هي الاعراض اللي المريض هيجي يشتكي لي منه قال لي كده ممكن يبقى اسمتوماتيك مش هيجي يشتكي بحاجة بس لو جهه واشتكي يبقى عنده ابدومنالبين وديرية وانالبيروريتس تمام المريض اللي هيجي انا بقى عايزة جالب يشتكي من كده هشخصه ازاي هشتكي هكتشف انه هو عنده ببرزاية ازاي هفحص من السطول مش احنا قلنا ان السطول هينزل فيه يبقى انا هطلب منه تبا انا هكتشف ان السطول هجف حصي السطول هلاقي عندي البروجليتد اج اللي هي المشي هلاقي فيه موجوده فيه المشي موجوده في الفيسيز التيتمينت هاجه هدي برازيكوانتال ونوكلوزامايد مهم الادوية برازيكوانتال ونوكلوزامايد و هشخصه من المشي هلقي فيها الهج هلاقي الهج في السطول يبقى اهمنا عن انه يتصبر اصلاً بالدزيز نجي احنا قلنا الطفل الصغال الذين كانوا يلعب مع الكلاب يبقى نظف كلاب ديان او لو سوف يلعب مع كلاب كلاب ليس تمضيبه عليها براغيت و للقرف ده من شردون لا يلعب مع كلاب فيها براغيت او اي حشرات تحتاج الكلاب ديان يبقى كلاب ديان لابد او اطاع عامهم بمصلات ان انا قيوم اصلا مايكيش عليهم براغيت ولا تحصل العدوى دي من الاول يبا شود جيفن ايه الانتي هيميتليك والانتي سيكتل تريتمينت وتريتمينت اللي بيشنتعالج الشخص المريض بقى بالايه بالبراسيكوانتال ونكروزامايا دي احنا كده خلصنا من الاول برازاية دي اللي كان بيتكلم عن ايه يا نوران ده دم برازاية معانا الدايكوليديوم هنرجع بقى من الاول مع بعض كده استنى من الاول مع بعض احنا تكلمنا عن برازاية اللي ايه دي بليديم كاننيوم استكلمنا عن ديόضيين قلنا عن الديتياز الذي쳐 انıyorlar يقدم تعرف ايه ديبليديтерес ديبليديازيس ديبليديازيس وادم далее نكز في المراثي ا bom يقدم بي 1990 الاordلط precedente واضOT الاضلط الادلت يكون ماتيور سيجمنت طولها 20-60 بتكون من 60-175 بروجل ريتد بتبقى في صورة خيارة السيجمنت بتبقى شبه بذرة الخيارة كمبر سيد كونتين ايه التوجينتال الجرافيد بتبقى ديفويدد انتو ايه باكتس يبقى لك اليوترس بيبقى جواه الباكتس اللي هي ايه الايج كابسول بعد ان نتكلم عن الايج قلنا الايج بتبقى مدورة بتبقى سفيريكا جواه ايه من 5-15 بيضة حجمها 40 مايكرو كونتين ايه جواه ماتيور انكوسفير والستست بتبقى شبه البلادر وقلنا الراس بتاعتها بتبقى وز وزدراون بتبقى نون انفاجينيتد ومعندي هاش تيل تمام هنتكلم بقى عني عن لايف سايكل قلنا الانسان اتعدى استنى رايح فين الانسان اتعدى عن طريق ايه عن طريق ان الكلب الكلب جواه الكلب المصاب اللي عليه برغوتة والبلغوتة اللي جوا هي استيستيستي سيركويد والانسان جواه اكل استيستيسيركويد ديellow اللي جوا يطلق قريب برغوتة لديك الت vegetarian f seed sircoides ايه دخلت فين ال filtered hyumans الhyumans الhyumans وايتAME الcy司�� هتتحول لسوره владلة kaum ال graphic ال effective 5o أكيلة اللحوم القطط والكلاب والكابيرنس وأحيانا الانساء والانترميديات هوست قلنا بتبقى اللارفا من اللارفا بتاعت البرغوتة اللارفا فلي هتتحول جواها الانكوسفير هتتحول لسيستي سيركويد اللارفا ستيتش الانترميديات هوست والانفكتف سيستي سيركويد والمود انفكشن اكيلت السيركويد عن طريق الانفكتف وقلنا ان الجرافد ممكن تنفصل عن الجسم كله في صورة واحدة او في صورة ايه والأدلت بتقبل وتكبر يعني وتنضب فيها في مدة ده من ثلاثة الاربع أسابية الباصولي جيبا الديزيز اللي هتعمله قلنا هي دخلت فين في السمول انتستن هي تعملك عرض فين في السمول انتستن انتستينا وازينو فيه مطرح الالتهاب اللي هيتطلع الخلايا المنعية هتطلع وهيعمل لك ازينو فيه وعلى حسب الباصوليج كالليجيون يبقى على حسب الورم بيردن يبقى على حسب الكمية والعدد بتاعت البرازية اللي موجودة في الانتستن على حسب الاعراضة تيبقى شدتها قوية ولا ضعيفة كده وقلنا كالينيكا البيكتشر العيان ما بتظهرش عليه الاعراض قوي يبقى ممكن العيان يجيلي بيبقى مشظهر على اي اعراض وممكن يجيلي بأبدو من بين ودايرية وبروريتس من مطقة الانيل تمام تمام سوف أبحث عن الاجج في الستول دور لي يا عمى عن الاجج والبروجريت الديان او الاجج كابسول موجودة فيه في الفيسز والتريتمينت ونوكلوزامايت وحقيق ان انا هدي مصلات للكلاب وما خليش الاطفال يلعبوا مع الكلاب المعادية ويعالج الناس المصابة هناخد استراحة بس مش استراحة يعني تشرب ماء ونكمل بقى اخر التوبة رازيت معنا كاذا بقى فاضلينه ايه احنا فاضلينه الايكينوكوكاس جرانيولوزيز هنتكلم برضو فيها عن الديزيز والجيغرافيكال والباسيليج وكلين يكتشير نفس الأستونة الحمدنة تمام الايكينوكوكاس جرانيولوزيز بتعملك مراد اسمه ايه؟ تعملك هيداء الديزيز بس في الانترميديا توسط والانترميديا توسط هو يعني هنا ايه الانسان بنا في الانسان هتعملك مراد اسمه يجب ان يتساعدتي بالحبية وفي الدفينيتيبه او والاسم فيها سورة الاضلتها تعمل لك مرض اسمه اكينو كوكاس يبقى هندي مهمة بو يجب ان يركز كده معي اكينو كوكاسجرانيولوزيز من الانسان او الانترميديات هونج ستعمل لك اسمه causedasters حبية流ش وفي الدفينيتيبه هونجت ستعمل لك مرض اسمه اكينو كوكويزيز اكينو كوكويزيز اكينو كوكيزيز من اسمها تركزوا معي كده عشان امسي كيو بقى ماجيشش يدين على العفانة ماشي؟ والتوزيع الجغرافي بتاعها ايه؟ كوزوم بوبيلتان برضو علامين تمام الميرفولوجي ايه هم التلات صور المعتادة؟ الأدلت والإيج والسيس يبقى نتكلم عن الأدلت والإيج وهناتكلم عن السيس دلوقتي هناخد الأدلت والإيج قالك الأدلت بتاعتها؟ يبقى الأدلت بتاعت الأكينو كوكس ديه؟ هي أصغر تابي وورب سؤال مهم ايه هو أصغر تابي وورب؟ الأدلت بتاعت الأكينو كوكس جرانيوليزيس تمام قالك حجمها اثنين ونص لتسعة مايكرون تبقى عندها سكوليكس سكوليكس جلوبلا يبقى سكوليكس راسها ايه الراس بتاعتها ايه؟ دي الراس تبقى ايه جلوبلا ايه الراس بتاعتها مدورة عندها بيرز من الرستيلم الرستيلم وردة كده زي تاك في الأول كده يبقى عندها ايه؟ موجود ايه وغلو بالخطاف بتاعتها معاى ايه؟ ياه فعالجنابه هنا هنلاقي حتة صامر هنا وحيطة صامرة هنا زي الخطاف ايه بالخطاف بتاعتها عندها موجود الخطاف اس و كده عندي ايه؟ عنده رستيلا وعندها ايه؟ وعندها ايه؟ وعندها اربعة من الساكرز الساكرز هوا جسم مدوّر موجود في راسها يهي هنا واحدة وفي الظهر التاني هنلاقي فيها بردو اثنين يبقى هي عاملة زي كده اربعة سكرز والرستيلا موجود هنا كده في النص وعندها ايه الخطفتين في الجن كدهو ده شكلها لو بصوت من قدين تمامي يبقى انا قولنا القادلت هو اصغر تابي ورم ايه اصغر تابي ورم سؤال مهم ماشي وقالك بتبقى موجودة بقى ايه تلاتة بروجليتد يبقى تلاتة سيجمنت ادي سيجمنت ايه والتانية والتالتة يبقى تلاتة بروجليتت تلاتة سيجمنت واحدة ايه والتانية والتانية تخالص ليه عندك حاجة اللغاية عند هذا الى نيوترسه عندها اليوترسه في النص وعندها قême معيد عاملة الجن ạnh المستخدمين بين 12 رابط الحاليين والتانية الشلي هالتانية البدو موجود تبقى ولكه النهاية Movie والقد موجود في الميدين تبقى ماین وقالنا القادلت ايه ؟ تبقى سموليست تابي وورو حجمه اثنين ونص لتاسعة مايكول تبقى عنده سكوليكس رأسه بتبقى مدورة جولوبلر وعنده رستيلم طالع منها دابل كراون خطفين من عجم وعندها اربعة ساكرز وبتبقى اصلا القضل تبقى في صورة تلاتة بروكليتت اماتيور وماتيور وجرافت وقلنا الجرافت دي تبقى جواه ايه اليوترس اليوترس بقى ميدين اليوترس بقى في منتصف جسمها كده يبقى ميدين يوترس جواه من 12 الى 15 ايه بوتشز من الاج هنتكلم بقى عن الاج قالك اللي الاج بتبقى ايه ايه انقل دي كده يبقى الاج بتبقى ايه لايك تانية اج يبقى شبه بوت التانية مش عارفة ايه بوت التانية المهم ان هي بتبقى ايه شبه التانية اج وسؤال مهم يسألك في الام سي كيو بتبقى لونها ايه يلوش براون هيبقى واضح في الصورة ان هي لونها ايه ام مسفرة على بني حجمها عن 30 الى 40 مايكور اللي حوالين ايه ده البيضة يبقى ده عبر عن ايه سيكرا ديت استرياتي تشيل ولاف اسود حوالين البيضة كونتين ماتيور هيكزا كانس امبيريو البيضة جواها ايه ستة هيكزا يعني ستة ستة ايه هيكزا كانس امبيريو اسمه ايه الانكوسفير يبقى البيضة تبقى شبه ايه شبه التانية وون يلوش براون اللونها اصفر في بني حجمات 30 الى 40 هزا سيكرا بدلي استرياتي تشيل متحوطة بقلاف اسود يبقى متحوطة يبقى متحوطة وجواها عدد هكزا كانس امبيريو sinis بقى النافضة Fund نسميها Appink لا تتخذوش من الكلام والله هي بسيطة جدا هنوصف بص الصورة سوف نوصف الصورة الاول انا عندي مدورة كام غلاف ادي واحد اثنين ثلاثة قال لك ان اول غلاف اسمه ايه اسمه ايه اوتر فايبرا سلير اوتر فايبرا سلير دي كوانها جسم الانسان ذات نفسه كحماية يعني بيدفع بزود حماية ايبع عندها ايه طفال الفايبرا سلير دي ايه اول غلاف من برا في غلافين من جو يباق البقى اكثر واحد اوى الاقراف من جوه اسمه ايه اسمه ايه ايه اه ايه هو ايه يبقى ا having someial da and energy انre and energy وبعد كام قطفين yawan two-fi اسمه CEDT يبقى انا ضل الوقت اتكلمت عن السيست اقلنا هي عبار عان 3 اغلفة البقى الغلاف البروني structured والاكتر واحد قريب من جوا الانر جيرميل والوسطاني الاسل والرير الغلاف الداخلي بالجواه الانر جيرميل بتطلع منه اسمو الفيزيكلز السوايرة دي قالك الفيزيكلز سميناها اي سميناها بروت كابسول والبروت كابسول دي طلع من جواه يعني مسلا الجيرميل طلع من جواه لجواه إذا ليس لطلع لك البروت كابسول بره بقى وخلاص حرجت لقى دي طلع من جواه طلع جواه يابا هي عندك دي تسميناها البروت كابسول قالك ان البروت كابسول دي التقاصل اللي حصل فيها بيبقى اسيكشول منها فيها محتجتش الفيزيكل من برا ولا ميلا ولا فين لا هيا اسيكشول منها فيها ماشي وبتتقاصر وبتطلع لك اللي سكوليكس اللي هي الراس اللي في الادلت يبقى لدينا بروك كابسول جواها ماليانا سكوليكس قال لك ان البروك كابسول ثاني ممكن تنفصل عن الهرج هتنفصل هتستقل وتقول لها انا اجبرت وعايزها ابقى الوحدي وهتبقى الوحدها كذا واسمها ايه دوتر سيست قالت لها انا اعايزها ابقى الوحدي خلاص انا زيت منكم وهها بقى اسمي ايه؟ ها بقى اسمي دوتر سيست يبقى نرى كان المكتوب قال لك ان اللورفا كنوكوكاس جرانيولوسيس بتبعى عبارة عن السيست السيست كيانيكيس جواه مليان في لوود وبتبقى سفيريكال مدورة وبتبقى يونيوكلر حجرة واحدة مش حجر كتير احنا استمناها دلوقتي الحجر لا احنا قلنا ايه سيست كورة واحدة معايا كيس واحد جواه جواه بقى ايه جواه طبقات بتاعتها الاغلفة بتاعتها ايه تلاتة ليير هざ ايه اتنين انر مصوش وتقالت زينين اللى البرازيت بتعوزت نفسه والirim الانر جلماني لاير دي اقرب واحدة دي لدى و seeing super layer الجلوس الأسالى أاامكم اليومين الوسطية الاخرطبقة التبقي الخارجية اسمه outer fibros layer بتبقى ايه الغ Renoir على ح alliance الزين الزين من بعض two و قلنا ان البروت كابسول بتبقى إيه بتبقى إيه بتبقى إيه إنترنيلي بتبقى جوه السيسة ذات نفسها ما خرجتش من برها يبقى الفيزيكس دي جوها نفسها وتقسرت عن طريق إيه آس إكشوال آس إكشوال وجوه بقى البروت كابسول سكوليكس كتير سكوليكس اللي هي الرأس بتاعت القادر يبقى سكوليكس كتير ملتبلاي سكوليكس أرائزي فروم زاول أو بروك كابسول ماشي وقال لك ان البروت كابسول هتنفصل وتقول لك انا هبقى عايزة انفصل عن نكو انا زيت من نكو هتبقى إيه؟ دوتر سيست في بقى تعريف عندنا اسمه ايه هو الهويدات ساند الهويدات ساند ده تعريف مهم هيسألك عريف الامسي كيو ولو عندك روتبنا هيسألكو فيه هو التعريف بيقولك عبر عن جرانولار ماتيريال ويزن سيست كافتي يبقى معانا سيست كافتي جوه إيه؟ جوه فريزكوليكس وجوه دوتر سيست وجوه الامفوريس ماتيريال فرومزيس يعني ايه مرضو يا نرام الهويدات الساند ده السيست ذات نفسها في حالة ان هي النضجة خلاص فيها كل حاجة فيها الاسكوليكس وفيها الدوتر والفيزيكولز والماتيرنا الامفوريس ديال اللي هي زي المادة بتاعتها المادة الزلالية اللي جوه ديال ماشي يبدا تعريف الايه؟ الهويدات السيست وقلنا مهم وقال لك ان السيست ديال الجروينج بتاعها بباسلولي جروينج باسلولي جروينج او هويدات السيست يبدا تعريف الهويدات السيست يبدا النمو بتاع الاسكوليكس بيبقى سلولي لحد ما تندب بتبقى كبيرة بقى نادقت وخلاص وقلاص جوه الهويدات الساند اللي هو ايه جواها الدوتر بقى موجودة كلها جواه حاجة اللي هي السيست دوتر والفيزيكوليكس و ايه ثاني والكافيتي بقى جوه ايه الانفوريس ماتيريال تمام؟ فهمنا الهويدات السيست وقالك الهويدات السيست بقى بتبقى موجودة في صورة ثلاث صور اول صورة بتبقى في صورة ايه؟ فورتيل سيست فورتيل سيست قلنا دي وفورتيل سيست يبقى من اسمها اصلا فورتيل يعني مكتملة جواها كل حاجة كنتين البروت كابسول وجواها الدوتر سيست وجواها ايه؟ الفريزيكوليكس تمام؟ وقالك فيه نوع تاني السترائل السترائل دايما بتبقى ماش فيها السترائل ولا الوزاوت ايه؟ بروتكابسول يبقى كده اي انراني هتعرف تتكاصر؟ لا مش هتعرف تتكاصر ما هو قالك مفيش سكوليكس السترائل دي هيكبر وانا تتكاصر بيه بعد كده هي مش غواها يبقى استرائل دي زي خاملة كده يبقى السترائل دي مش هعرف تتكاصر مين اللي هتتكاصر دي الفورتيل وهو اصلا اشهر حاجة قالك الكومنطاية وعندك في نوع ثلاث اللوه الاوزوسيس اوزوسيس اوزوسيس طبع العظم يبقى قالك اه موجوده في العظم بس في اللونجبول والإليام والفرتبرا يبقى ده نوع مش موجود غير في العظم بس يبقى ثاني انا عندي ثلاث انواع من السيست الفورتيل سيست والسترائل والاوزوسيس سيست هنتكلم بايع عن ايه؟ عن اللايف سيكل دلوقتي يا فشويت احنا معانا ايه؟ معانا كلب عين استني اتلقى ارجع يا عم البنا معايا دلوقتي الكلب العين الكلب العين ده ده معد بيه البرازيات البرازيات اللي هو ايه اصلا القنوكوكاس جرونيولوزيس دلوقتي البرازيات ده الكلب و الكلب هيعمل ايه؟ هيعمل السلول وهتنزل في ايه؟ هتنزل الاجل احنا مفروض ان نكون حافظين الله السيكل و نعرف ان اصدعها مع نفسنا يبقى الكلب ده دلوقتي عين وهتنزل منه ايه؟ عاية الانكسفير ستتحول في الاسطوق وبعدها تصل لغاية السيسد كانت الانترميدياتهوست من القرص سيأكل الخروف او اي كائن عشبي سيأكل في الخضار فكانت كلب عامل اسطول فأكلت في الاسطوق دلوقتي الخروف سيأكل الاسطوق خروف ستتحول في تكملة السيكم الخروف ستتحول من قرصة الانكسفير و الانكسفير هتجبر هتبقى هيادات سيس والهايادات سيس تبقى ايه لحد ما تبقى سكوليكس ستبقى اضل تبقى وترجع بقى الخروف ده يموت ولا حاجة والكلب يأكله تاني واللايف سيكل هتكمل طب انا الانسان هيتعادي ازاي نورهان بقى قلنا دلوقتي ان الكلب عمل ستول الستول ده جواه الانسان بقى هيكل الانجيشن هيكله بقى في اي حاجة ملوسة انسان مش نضيف بقى لعب مع الكلب بروز اختلط ما عرفش ايه المهم ان الاجج دلوقتي الانسان ايه اكلها والاجج هتوصل لايه الاسمول انتستن و هتتحول للصورة الادلت و هتروح بقى الاماكين بتاعت الدزيز لكن كوكوس جرانيولوزيس بتحب يعني هنعرف دلوقتي ان المرض هيدرب فين هيدرب الليفر و هيدرب البرين و ممكن يخش على اللونج كمان يعني لاماكين محددة كده في اسم الانسان هنعرفها دلوقتي مع بعض يبقى نقرق كلام اللي احنا شرحنا دلوقتي على اللايف سيكل قلنا الهابتات الهابتات يبقى السورة الادلت الادلت وورمو دلوقتي احنا لقينها فين لقينها في الاسمول انتستن بتاعت الانسان و تاني و في الكلب يبقى الاكينو كوكوس جرانيولوزيس في الاسمول انتستن بتاعت الدج و الفوكس اي اكلات الحم معي و الانسان ماشي و الديفينيتوف هوست الديفينيتوف هوست اللي هو مين اللي كان جواه السورة الادلت قالك الدوكس والفوكس والأذر كافيرنوس اكلات الاخوة والانترميديات مين اللي ساعدنا في تكملة السيكل الخروف اللي معنا يبقى الشيب و المان ممكن ينزل الفيسس فنعتبره معنا انترميديات هوست يبقى المان والشيب والكاتل واي حاجة ممكن تاكل ايه الايج معنا تبقى اكلات اللي هي الحشرات مش حشرات اللي بيأكلوا عجب اكلات عشاب المهم اللي ان انفكتف استيتج دولات الانسان اتعالى ازاي عن طريق ان هو اكل ايه الايج الانسان هيكلها و المود اف انفكشن اهو انفكتف عن طريق ايه انفوجينيشن تمام تمام هنتكلم بقى عن الباصولوجي اول لما البرازيت بتاع الانسان اكل البيضة وتحولك بقى جوال اضل هنلا يظهر عليه اول حاجة احنا قلنا بتحب الليبر يبقى كومنستسايت هتكون موده في ايه السيست دي هنلاقيها في الليبر يبقى اول حاجة عمك الليبر عمك الليبر ده نسبة 60% هنلاقي فيه او تحصل فيه السيست تاني مكان مين اللونج بنسبة كام 25% يبقى اشهر حاجة الليبر بعدها مين اللونج وبعدها نخش بقى الحاجات الخفيفة مثلا شوية في الليسبلين شوية في الكدني شوية على الهرط شوية على البون شوية على البرين شوية على البرين شوية على البرين اتبقى تحصل البرين تقبل حد ما توصل لعشرة سنتي بل هذه السيست ليس لديها مكلاة فالحد توقف عند أولادة بتوصل لعشرة وممكن اكتر كمان الكتر بتاع بيعشرة سنتي قالك السيست تقوز القطع المترجمات الآن نحن قلنا بلوت فزلز دخلت على الليفر هناك بلوت فزلز داخل الليفر و هناك سست كبيرة يفضل ضغط على بلوت فزلز يفضل ضغط يزيد فالبوت فلو الرائح للتشو يقل البلوت فلو الغالي يحدث أتروفي والخلايا تموت والبلاد فيزلز من كتر الضغط عليه هيقطع مع بعضه ويحصل له إيروجين ولحد ما كله يموت يحصل إيه؟ نكروزيس ده كله نتيجة إيه؟ الضغط اللي حصل بسبب السيستي بنا قرأ الكلام بيقول لك إيه؟ السيستيكوز إيه؟ عن طريق إيه؟ عن طريق إيروجين هتعمل هتقطع في البلاد فيزلز هيحصل له هيتقطع والتيشو بقى اللي المفروض رايح لها البلاد إيه؟ ستضم五، ستضمغ ونكروزيس وهتموت يبقى يقول لنا بسبب الضغط السيستي كبير السيستي كبيره فطولت على البلاد فيزلز ف هتعملت إيه؟ الضغط قل والدم اللي اتشو قل فهتشوي حسonn الله هاي؟ سيتضم�ussia chỉ هو تضمو وتموت تسم Einsatzيbach ده يحصل إيه؟ نكروزيس والبلد فيزلز من كتر الضغط اللي عليه خاص مش قادر يستحمل originated هيتقطع الإيه الصتح بسبب ده كله بسبب ايه؟ بسبب الضغط بسبب الضغط دي مهمة ماشي وممكن بقى مش ممكن بقى ان مش ممكن استيتي دي نورهان تفرقع قالك ايوه استيتي دي لو فرقعت الانسان هيدخل في انافلاكتك شوك يعني انافلاكتك شوك اضغطه هيقع مرة واحدة واللي هو بقى خلاص دخل في حالة صدمة ومعرض ان هو ايه يموت اضغطه هيقع عايزي يا نورهان قالك ان استيتي دي مش جسم غريب جواه جسم غريب جواه فلما تفرقع ويخرج منها الميتاريال اللي جواها جسمك هيرد عليها فا هيفرز ايه ؟ هيفرز الهيستامين والهيستامين مشهور انه هو بيعمل ايه ؟ بيعمل ايه بيعمل فوزو ديليتاشن فاضو ديليتاشن البلوت فزلز دولوات احنا اصلا ان كوتر السيستميه هيدغط عليه مفيش دم حب الدم مصغيرين ودلوات احنا وستعنا البلوت فزلز خالص وحب الدم مصغيرين الدم ده هيو تحرك ويوصل لا اعمل زي خرطوم المياه دلوقتي انت مفروض خرطوم دايق ما بتدايقه كده بيخرج الدم باندفاع دلوقتي انصلا ووسعته والدم محبه صغيري هل هيوصل لدم للتشو خالص لا فانت دختك هيقع دختك هيقع خالص ويتدخل في انافلكتك شوك تمام نقرأ بقى او قالك الصدن روليز اوف سيستي فليود لما تنفجر هيخرج منها المواد اللي جواها وتعمل لك ايه انافلكتك شوك راكشن ممكن تبقى بسيطة لحد ما تبقى خطر جدا وتهدد حياتك ماشي وتنتشر الاسكوليكس تخرج بقى من السيست لما تفعل تخرج منها الاسكوليكس كان روزلت ملتبلاي هيادات سيست ويبقى عندك ممكن يبقى عندك سيست كتير ماشي قالك الكلينيكالبكتشر بتعتمد عليه على اللوكيشن بتاعت الهايادات السيست ماشي احنا قلنا دلوقتي ان السيست دي بتجي فين يانورهيم بتيجي في الليفر يبقى الاعراض اللي هتيجي انسان هيجي يشتجلك من الليفر بتاعه واجعه ممكن يدخل في الليفر الفيرير هيبقى عنده جوندس هيبقى فتيج ممكن تضرب ايتي انا قلنا بتضرب اللونج يسوع بقى في التنفس بقى ياعم هتيجي في الليسبلين والكيدني وفي الهارت ممكن يدخل في هارتفاليير والبريم بقى الاعراض كلها من صداع لدوخة لاغماء كل حاجة يبقى الاعراض بتتوقف على المكان اللي هتكون في الهايادات السيست دي تمام نجي نشخصه بقى هنشخصه عن طريق راديولوجي او السيرولوجي ايه هو بقى راديولوجي انا دلوقتي هعمل له ايه؟ اكس ري او سي تي هلاقي عندي السيست اهي السيست اصلا في الاكس ري بين جميناهين اول لما من لدوخة S-ray والتيست ودي طريقة حلوى يعني دي طريقة فعال احسن من استيرولوجي كمان لعل انا ثم انشخصه عن طريق السيرولوجي سأبحث عن الانتيبودي والانتيجن ومعرفش الكلام بالإيلايزا ممكن أن يكون انتك سيست بريديوز لوالليفل من الانتيجن السيست بيبقى الانتيجن بتاعها بيبقى ضعيف جدا فمش طريقة حلوة فمن الأحسن الراديولوجي بقى اشوفها بالإكسري والسيتي قال لك السيست انزاليفر are more likely to elect an immune response يبقى الليفر اكتر مكان ممكن يديك immune response ويلاقي فيه انتيجن كويس عن ايه عن اللونج يبقى الليفر مش اكتر مكان قال لك برضو اكتر مكان اللي ممكن هلاقي فيه الانتيجن صغير كتير قال لك من 5% ال 10% هلاقي في السيست منيرلل 50% وف انتك تلانج كان بيه استرولوجي نيجاتف يبقى اصلا الاسترولوجي ده مش مزبوط قوي يعني ممكن 50% ممكن يطلع لك بوزة في 50% البيئي نيجاتف يبقى استفدت ايه بقى يعنى فاضمن لإيه ال اكسري وقال لك ثالث طريقة برضو ايه الازونو فيه الازينو فيه الازينو فيه الازينت لازين 25% من بيشا الازينو فيه الازينو فيه الازين عالي فبردو ممكن اشخاص بالازينو فيه هلاقي عالي بنسبة ايه 25% بس الناس ذات نفسها 25% من الازينو فيه عالي يعني مش او برضو ان هو يدمول التشخيص يبقى اهم حاجة ال اكسري هعمل يا عم اكسري هلاقي السيست ايه بيضم نورة في ال اكسري اهين ماشي؟ هعالجه ازاي بقى انا عندي سيست السيست دي ادخل اشيلها يبقى احسن حاجة خش افتح يا عم وشيل السيست اللي جوا دي سيست ايه سيست لا امتا ادخل انا افتح وشيل لو لقيت عندي سيست حلوة سيست ووحدها واكسيسوبوليوكيشن مكان واضح ان انا اعرف ايه اشيل منه السيست دي وهدخل اشيلها بطريقة اسمية الانوكوليتد انوكوليتد حاجة زيه عارفين المعاليات تحت ايس كريم تبقى بوز كده فانا هدخل بالاداة دي السيست هيا هروح منكها شديدها يا عم على طول بسرعة ماشي لإلا تاني طريقة ايه لو السيرجيكال مش نافع امتا السيرجيكال مش نافع لو تسيست مثلا كتير شكلها مش استنى شكلها بيبقى معرك كده فانا مش هعرف هشقطها ازاي عمي بالمعلقة دي وطلعها ففي طريقة بقى اسمها ايه هدخل بحقنا هروح ساحب المواد اللي جوه السيست اللي هي اصلا لو خرجت ممكن تتأخلك في شوق فانا دي اللي انا اخف منها هدخل بسرنجة هسحب ايه المواد بت اللي جوه السيست وبعد كده اخلص على كده لا ازاي تم فيه جرافت جوه اللي هو الطبقة الداخلية والبرود والسكوليكس ده كل ممكن يطلعوا تاني فانا بقى ايه هروح حائن 10% فورمالين او 2% سيلفر سيلفر نيتريت حائن 10% فورمالين عشان موت الطبقة الداخلية ديا او 2% سيلفر عشان ما ترجعش تتقاصر تاني تمام وفيه دواء انا بمشي عليه اسم ايه الدواء القلب اندازول ده بياخده ايه يوميا في 12 دورة او 12 سيكل هيمشي عليه كابروفلاكسس قبل وبعد العملية يبقى الدواء ده انا منزم بياخده اول معرفة لحد ما انا هعمل لك عملية وبعد العملية كمان ده كده دواء ايه كوكوية يبقى دلوقتي هعالجوا عن طريق ايه لانه هدخل بالسيرجكال وعن طريق الانيكوليتد واشيل السيستو خالص لانه هعمل مرصة هفضي السيست هفضيها واحقينها بالفورمالين او سيلفر نايتريد وهامشي على دواء اقراس هياخده يوميا في 12 دورة كابروفلاكسس قبل وبعد العملية وهو كي ازاي احنا اصلا قلنا ان الانسان اتعادى عن طريق البردو الكلب والكائنات اللي هي كاكنلت اللي معرفش ايدو فانا هعمل سيستي فاوند ايه سليجارد هعمل مقوى ودمر الكائنات والكلب اللي هو بيدي فاعدم وانا تواجدهم على المرضي هم خلصوا ببعدوا مع انينا ماشي وعمل البيت دوكس بقى ايه استيريه تقشد بيدي سترويت مردو ادمرها المهم ان هو عامال مل يقول لك اشان هفضي عن طريق الانسان والاكل اللي هي اكلتها دي فابعد عن الكلب دي او اقتلها وما عرفش ما ابعد عنها بخاله بس مرات الحاجة اخسي ايدك على طول تيك لا اكل اكل ملوس والكلام ده وبطلت لعب مع الكلام في الشوارع البلح خلصت ببرازايت بس فيه بقى تحلو نراجع كده على السريع وبعدين فاضل بس اخوتين صغير وصغير والله مش اخد منه هنكمل الحسن اخوه الصغير دا وبعدين نراجع الاتنين مع بعض وكان مراجعة ككل في الاخر دلوقتي فاضل ايه فاضل اكينو كوكاس مالتي لوكلر هي نفس اختها بالظبط حتى هو اصلا بيقولك ان هي هي صغير للايكينو كوكاس جرانيولوزيس ولكن في بعض الاختلافات ماشي نحن بيقولك ماه الخطوة المرض اللي هتعملوه اسمه آليفولار هيادات ديزيز اويه شبه الاليفولاي وتبقى فيها منها في مهام الالفولاي اللي بتعمله اسمه الالفولاي الجيوغرافكا الديستربيوشن الحمد لله مش عندنا خالص دي موجودة في نورس امريكا و نورس ايرس و سنترل ايروبيا و ايش انا معرفش الدول اجنبية مش عندنا احمد ربنا الميرفولوجين برضه عند الادلت والسيست والايج قال لك ان الالفولاي هيادات اسكراكترستباي لكن يبقى عنده الهيادات الست دية زي بالضبط الاكنوكوكاس جرانيونوسيس بس ما عندهاش ما عندهاش ما عندهاش الفايبرسلير الخارجية مالا عندها البروتوسكوليكس ما عندهاش سكوليكس بيتبقى استيرايل خاملة كده ماشي هلها غيره مالا عندهاش حاليا وهيها تبقى سكوليكس قد اختلفنا ايش ايش تاني الاتاني نفس المتحل بالضبط بس بدل الخروف ويقوم بإمكانك بشكل فار ايضاً الكلب لا يدعى لا يدعى بالأيكين وكوكس مالتي مالتي لكولارز وهتنزل بردو في اللسطول وهتنزل بردو الأيك في اللسطول ودلوتي الفار ده هيختلط باللسطول وياكل وهتتحول الجوال هتتحول بقى الانكوسفير والانكوسفير تطلع سيستي سوركويد والسيكل تكمل والانسان بردو هياكل الامبرونيتد ايج وتدخل الانتستان وتكمل نفسها لايف سيكل بالضبط الديفينتفهوست من اللي جوان أدلت بردو قال لك الفوكس والولووز والدوكس والكا الانترميديات بردو مين اللي أكلها الفار والانسان الانسان الباسولوجي المرض اللي هتعمله المهم الباسولوجي اللي هتعمله عند اللي فاردو اللي فاردو المهم الباسولوجي يبقى بردو هنا أهم حاجة اللي فاردو زي اختها متقلبها على طول والمهم الباسولوجي ممكن تعمل لك متازيس مش نحن قلنا شكلها اصلا متبقى شبه الالفولوية متازيس 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 دي فكركم بحاجة كده ايوة الكنسر يا عام فهي طريقة انتشارها زي الكنسر بالزبط حتى في اخر سطر بيقولك ان هي بتبقى شبه الكنسر في البيهيفير والقبيرنس تعته شبه الكنسر في الشكله مش تبقى شكلها معفن كده والقبيرنس بتاعتها حتى بتنتقر عن طريق ايه؟ الميتازيس هتروح ليه لللونج والبيرين يبقى اهم مكان اصلا بتسيبه ايه؟ الليفر ماشي وقال لك اللارفة هي ميز بروفليشن ديفين اكسوجين مشي احنا قلنا في الجرانولر في الجرانولر الطبقة الداخلية خالص مش احنا قلنا كان البروت كابسول بيطلع جوه عن طريق انترجينيس ولا معرفش ايه؟ المهم ان دي عكسها بردو النقطة المختلفة عنها ان هي بتبقى اكسوجينيس يبقى البروت كابسول مش بيطلع جوه لا ده بتطلعه بره بقى البروت كابسول بيطلع بره مش اندوجينيس زي اختها التانية يبقى دي نقطة الاختلاف اللي ما بينهم التانية ماشي؟ وبيقول لك ايه تاني اهي قال لك انفلترات عن طريق اكسوجينيس بادنج اوف الجرمنال لاير بيرديوس ايه اليفولاي في الماكروفيزيكلز يبقى في صورة ايه اليفولاي بس كده الحمده اللي انا خلصت هنراجع مع بعض المحاضرة هنقروها كده بسرعة سريع وبعدين ايه في كم سؤال كده نحلم في الاخر ترجم بيطال بيطال يا بنا اتكلمنا اتكلمنا عن اول برازات كان ايه الدايبلوديوم كريم الدزيز اللي بيعمله للدوجتا بيورم موجود عالميه موجود في صورة و اج والسيست ال اج بتبقى ماتيور اهم حاجه ان هي بتبقى في صورة بروجريتد من ستين الى مئة ثمية سبعين بتبقى شكل ككيمبر دي مهمه والجرافيد معارفش ايه بتبقى جواها ايه كابسون ماشي والايك بتبقى جواها ايه من 5 ال 15 اجين صغيرات بسبقى انكوسفير وبعدين الستست بتبقى شبه البلدر وقلنا بتبقى شكلها اهي اهي الراس بتاعتها بتبقى وزدرون ابرايت لبرة وبتبقى نان انفجينيتد مش دخلة جواها لا تتبرزة برة وما عندهاش تيل تمام اللايف سايكل قلنا الكلبة هتنزل منه الايج والانسان هيكلها مش مهم بقى نعيد اللايف سايكل الديفينتوفوست مين الدوج والكات والانترميديا توست الانسان والانترميديا توست قلنا اللارفا اللارفا بتاعت الفلي والانسان هتعدى عن طريق ايه عن طريق ان هو اكل السيستيسوركويد اكلها عن طريق ايه اهو اكلها عن طريق الفلوي يعني الفلي الجوا هي السيستيسوركويد والهابتات في الـ human small intestine المود اف انفكشن ان هي اكل ايه السيستيسوركويد ماشي والجرافيت بتنفصل في صوره single او chain واللارفا ومسلا الاضل تفورمو داخل السيستيسوركويد مدة مينة من 3 او 4 بسولوجي قلنا ستعمل لك إراتيشن وإزينوفيه وعلى حسب الورم بوردن المريض ستظهر على أعراض المريض ستظهر على أعراض سيشتك من واجع في البطن وضيارية وبروريتس في منطقة الأنايل الدياغنوزيس ستظهر عن طريق الإجفلسطول ستعالجه برازيكوانتال ونوكروزامايد ثالث تاني برازيكوانتال وإكينوكوكاس جرانيولوزيس قلنا في الإنترميديات بيبقى في صورة هيادات وفي الإكينوكوكاس بيبقى في صورة A definitive host تبقى كيلينيكالبيكتشار الجيوغرافكال ديستريبيوشن كوزومبيلتن عندي ثلاث صور الأدلت والإجوي الهايادات سيست عندها سكوليكس بيبقى مدور تبقى ثلاثة بروبوليتد من 12 إلى 15 إجفل والإجفل تبقى شبه إيه؟ الثانية إجفل يولوش براون تلاتين فاربعين ومحوطة بسيط كابسول من بره السيط كابسول الأسود دون وكونتين إيه ماتيور من ست بيضاتي بسيط إمبريوم تبقى أونكوسفير وهو قال لك أن الهايادات وهو قال لك أن الهايادات الهايادات بعبارة عن إيه؟ قلنا كيست ثلاث أغلفة من بره فايبرست كوانوتوس الهوست والإثنين اللي جواه كوانهم البرازيت وبتبقى مليان سيست الطبقة الداخلية اللي هي الجرانولر طلعت من نهاية البروتكاست والبروتكاست اللي مليانه مليانة سكوليكس وقال لك لو انفصلت عن هذا الجرانولر هتبقى إيه؟ في صورة دوتر ويبقى دوتر سيست وقلنا تعريف الهايادات السيست مهم وبتقبر بتبقى إيه؟ بتبقى سلولي وقلنا ثلاث أنواع فرتيل وستيرايل والسكوزيز العظم وفرتيل دي اللي هي الكمل وبتبقى جواها كل حاجة والستيرايل مش موجود فيها ولا الاسكوليكس ولا إيه؟ ولا البروتكابسولو واللايف سايكل بقى احنا عدناها كتير أهم حاجة ان الهايادات ايه؟ اهي؟ الديفينيتيف هوست الدوج والفوكس ماشي؟ والإنترميديات بقى الخروف والإنفكتيف هيعتدي عن طريق البيضة الثاني كان بتعيدها عن طريق إيه؟ اللي هي أول برازات خالص السيتسيركويد ركازين شطرين المدقى في انفكشن بقى إيه؟ انجيشن لإيه؟ الباصولوجين قلنا خيادات السيست هلقي السيست فين في الليبر وفي اللونج أشهر مكان الليبر وبعد كده بقى عند اللونج بعدين بقى كدني والهارت ومعرفش إيه السيست ممكن تكبر لحد إيه؟ عشرة صنتي والسيست ومعرفش إيه؟ أهم حاجة كل مشاكل دي بسبب إيه؟ الضغط بتاعها يبقى البريشر على البلود فيزلز تعمل لك إيروجين لين وهتعمل لك إيه؟ أطروفي ونيكروزيس للتيشو ولو دخلتها هي صدر ريليز بقى ممكن يخش في أنا فلاكتك شوك لو استيست دين فقرت أنا فلاكتك شوك تفرز المديترز بتاعتها والهستامين وهيوسع والضغط هي عوضنين هتبقى هبوت خالص ماشي؟ وقلنا هتشخصه لإلا راديولوجي بالإكسري لإلا بالسيرولوجي بقى هشوف الأنتيجين وإلا بنسبة ضئيلة الأحسن منه إيه؟ التريتمينت هاخشي عامة هشيل السيستو خالص لإلا بستيرجيكا لإلا بالمارس بلايزيشن دي هحقنها وفضيها وبعدين هحقن فورمالين وسيلفر لإلا ومشي على دواء الأبيندازول ماشي؟ الأدوية مهمة وعمناها إزاي ماشي وبعدين قلنا اختها اللي زيها بالظبط ماشي مختلفة عنها جير في الديزيل اللي بتعمله اسمه إيه؟ أليفولار دي أصلا برازات اسمه إكينوككاس مالتي أوكلر مالتي أوكلر الديزيل اللهم صلى الله عليه وسلم محمد الأليفولار هي السيست ماشي والتوزيع بتاعها في النورس في الدول الأجنبية المورفولوجي برضو نفس التلاتة بس قالك إن السيست بتاعتها بتبقى الطبقة الخارجية الفايبرس مش موجودة ولا عندها إيه تاني؟ ما عندهاش بروتوسكوليكس ما عندهاش سكوليكس واللايف سايكل لنفسها بالزبط بس تبدل الخروف شلناهو حطنا إيه؟ حطنا فا والباصولي جي برضاك قالك أخوها والله العظيم قالك برضو الليفر اللي هتصيبه بس ثقتين بتنتهل بتبقى شبه القنصر مش قولنا من شبهها أليفولار هي السيست ديزيز يعني بتبقى شبه الأليفولار وبتبقى شبه القنصر في الأبيرانس والبهيفيار بتاعته حتى ما بتنتهل بتنتهل بالميتازيس وتروح لللنك والبرين ماشي وقلنا إتليسكوليكس ولا البرود البرود سيست اللي بتبقى جواها مش بتنتهل مش احنا قلنا في التأفو التانية خوهاك بتنتهل من جوا قصدي اندوجينوس لبعدي هتخرج لبرا اكسوجينوس تمام؟ اكسوجينوس بطنطلع عليها من برا كده مش من جوا زي اختها نجي بقى نشوف الأسئلة اللي في الآخر اهو اول سؤال معنى بيقولك الانفكتف ستيج بتاعت الضيف ليبيام كان بتحدان ايه؟ الإنسان اللي أكل ببرغوطة جواها ايه؟ جواها السيستي سيركويت تمام؟ الباسولوجيكال ليجون في الضيف بليديام ايه إزريليد الباسولوجيكال بشخاصه بايه؟ الباسولوجيكال ليجون قصدي الأعراض مثلا تزهر عليه بقوة ايه قنلا بتعتمد عليه على عدد وكمية البرازياد اللي جواها يبقى ورم بردن الايك بتاعت الايكينوكوكاس جرانيولوزيس سيميلر نفس بتبقى شبه البيضة بتاعت الايه قنلا التانية وقنا ركزوا عليها الطيب بتاع النكروزيس النكروزيس اللي حصل بسبب الهايداسيست بسبب ايه اصلا؟ بسبب البرشورد تمام؟ الديزيز بتاعت الايكينوكوكاس مالتي لوكلر ده اسكوز دبي ايه؟ الديزيز اللي بتعمله بتبقى ايه؟ شبه الاليفولوي اتمنى اكون سهلتلك الدنيا ولو بنسبة دقيلة يعمل مهم ان انت ايه؟ دلوقتي تقفل وتروح تزاكر تروح تزاكر المحاضرة والله هي بسيطة بس قررناها مع بعض كده وجمعها مع بعض وعلى طول قرروا النقطة المهمة اللي حددناها والدنيا تبقى زي الفلم ولو في حاجة واقفة معاكو عايزين تبعتوا بعتوا اسألوني ايه وانا معاكو وربنا يوفاكو ان شاء الله ونعدى الايام دي على خير ونخلص على خير كده وربنا مع فلسطين نقول دعا بقى اللهم اني استودعك ما علمتني اياه وما توفقتني الا بالله عليه توكلت واليه اني السلام عليكم